مرحباً لديها من تيك بويس وأهلا فيكم في الحلقة 91 من سلسلة تسليبات تيك بويس اللي تطلع كل يوم سبت ونتكلم فيها عن أخبار الأجهزة الأنظمة وكل شيء بس قبل لا تعلن عنها الشركات بهذا السبوع أول شي راح نبدأ نتكلم عنه هو جهاز بطاطس طبعاً اللي شافوا الحلقة اللي راحت يدرونه ش الموضوع جاتنا هذه الصورة اللي تقول بأن الجهاز ما شاء الله راح يكون فيه بصبة من الأمام وسمعتين أمامية وهم شي اليو اكس اليو اكس اسمه فرنش فرايس لا وفيه كمرتين من الخلف وراح ينافس هواوي ما شاء الله وآيفون وهذه الحركات كلها وهم شي سماعة الأمامية لا تخافوا ما راح يشيرونه مثل جوجل ويتش تي سي لي لا لا بصراحة هذه الصورة وصلتني من شخص اسمه تيتشر سعود شكله مدرس ها هو رسمها على كلامه وأرسلها لي بناء على الفيديو اللي كان فيه دوال بطاطسة أو شركة بطاطس إذاك ما كنت شفت هذا الفيديو سي قرشوه من خلال البطاطسة لكنه ستتكلمنا فيها ليش بعض الشركات تتبع سياسة القطارة بالنسبة للأخبار عن الايفون الجديد الجاي راح يكون الايفون 8 هاي التقييدات اللي جات قالوا الآن انه فيه ثلاثة نسخ ناس يقولون نسختين وناس يقولون ثلاثة نسخ الى الآن ما تأكدت اذا كان فيه ثلاثة نسخ فالتقرير الجديد يقول بانه راح يكون فيه نسختين اللي حنا العادي اللي نعرفها راح تكون صغيرة الـ 4.7 والـ 5.5 مع بعض التحسينات والتعديلات في التصميم اللي راح تكون اقرب للقزاز شخصيا ما ادري ليش ممكن ابل ترجع للقزاز انها سبق استخدامتها في الايفون 4 بس ممكن ترجع بسلوب جديد ممكن بسلوب قريب من سامسونج ممكن اساسا مادة اخرى فمثلا لو شفتوا الجيت بلاك كان الناس يحسبون اقزاز بسوف عليها مو اقزاز وعشان كده قاعد يتخمش اسرع من حتى اي جهاز تاني في اقزاز فبالتالي ممكن يستخدموا نفس المادة في كل اجهزتهم هذه بالنسبة للنسختين العادية النسخة الجديدة الاضافية يعتقد بانها راح تكون فيها شاشة اوليد واذا ما تعرفوا شي اوليد هي تقنية الشاشة نفسها الان عندك شاشات LCD مثل اللي تستخدمها ايفون اعتقدة HTC وعدد من الشركات وعندك اوليد اللي تصنعها سامسونج والجي وايضا مجموعة من الشركات الاخرى والان ظهر ان ابل راح تستخدم اوليد في احدث اجهزتها الجائع جهازها الاوليد هذا راح يكون فيه شاشة واصلة الى الاطراف ورح يكون حجمها تقريبا تقريبا 5.4 الى 5.5 انج ولكن 5.5 هي المساحة اللي انت لما تلمسها هي تستجيب لللمس ليش؟ لان شاشة راح تكون مائل الاطراف وممكنها تقريبا توصل للخلف وبالتالي راح يكون حجمها 5.8 انج يتم تحسب في هذه الاطراف لاحظوا انه يقولك فيه جزاء من الشاشة ما تستجيب اللمس طب كيف نستفيد منها بالتنبيهات بغيرها الى الان ما نعرف اساسا ايفون الجاي طلع عنا كثير كثير من الكلام قالوا انه راح يكون 5.4 و 5.5 و 5.8 وقربوه من الستة وبعدين صار منحني من الاطراف وقالوا اشياء كثيرة جدا بل انه ما الان احدث الشغلات اللي قالوا انه راح يكون فيه تاتش بار شفت التاتش بار اللي يطلع في الماكبوك راح يكون موجود في الايفون بالاسفل وهو اللي راح يكون فيه زر الهوم لانه سمعنا سابقا ابل راح تستغني عن زر الهوم راح يصير في الشاشة عموما الايفون صعب انك تعرف تسريبات الخاصة فيه ولو نرجع الورا شوي راح تلاحظ انه ابل نقلت ايفون العاشر تصميبه الى اسرائيل فبالتالي انما ابل تنقل المكان ثاني اأمن هذا معناه انه عندها بعض الاشياء اللي ما تبقى تتسرب و ابل تقيبا ابل هو هواوي من اكثر الشركات اللي صعب نعرف عن جلزتها الجاية الين تروح للمصنع بجرد ما تروح للمصنع نبدأ نشوف بعض القطع نبدأ نعرف فعليا ايش قاعدين يخططون هذي الشركتين لكن على الطريق الايفون والصناعات وهذه الشغلات كلها ترامب تولى الرئاسة وترامب كان اول يتوعد ابل وتوعد الشركات الامريكية وبناء عليه الان ابل راح تراسلت مصنع فوكس كون اللي قالت لها انه ادرسي لنا الى اي مدى ممكن نستفيد او ايش المخاطر لو نقلنا التصنيع الى داخل امريكا بمعنى انه ابل الان صارت تتفكر انها تنقل تصنيع ايفون واجهزتها داخل امريكا اكيد ان هذا الشي راح يرفع سعر ايفون اكيد انه هذا الشي راح يضر ابل شوي لانه القطع والاشياء كلها تجي من تايوان احيانا لكن هذه اللي تحديدا راح تنبع للسوق الامريكي بينما بقية اسواق العالم ممكن تستمر في صناعتها ما بين تايوان والصين ننتقل الى سامسوق وغالاكسي اس 8 كلمت عنه بحلقة الاسبوع الماضي اذا ما شفتها لازم تروح تشوفها اللي هي ميزة الفورستاتش واللي جربتها ابل وهواوي لكن كل الاحوال يبدو بانها راح تجي لسامسونج وانا اشوف بانه التحدي الاكبر امام سامسونج هذه الفترة هو كيف بتقنع المطورين انهم يدعمون هذه الميزة اذا ما كنت تعرف ايش هذه الميزة فهي بكل بساطة هي اللي تخلي الشاشة تتمكن انها تعرف مقدار الضغطة على الشاشة مو بس لمس بل ايش قوة الضغط ننتقل الى هواي وجهازها البيتين البيناين السنة ماضية انبع بشكل خرافي جدا البيتين الان تسريباتها بدأت تطلع يقال بانه راح يجي بشاشة 5.5 انش دقتها كواد اتش دي معالج كيرين 960 اللي هو الجديد الخاص بهواوي بالاضافة الى ذلك راح يكون فيه كاميرا خلفية غالبا راح يكون كاميرتين نفس اللي هي لايكا واما الان ننتقل الى وين بلس اللي صايرة تسابق بالارقام بالمواصفات جهازه ملجاي طلعت اول صورة له واللي تشوفها هنا موجودة وي راح تكون بكاميرتين خلفية مو كاميرا واحدة الكاميرتين هذي ما نريد كيف ممكن تستفيد منها وون بلس ولكن الجهاز راح يكون فيه نسختين 6 جيجا بايت رام وثمانية جيجا بايت رام والظهر وون بلس راح تستخدم او راح تبدد سابق بالارقام حتى لو ضرت البطارية مثل ما شفنا في وون بلس اللي راح ثمانية جيجا بايت رام راح يجي معها بطارية 4000 ميلي امبيرو واتمنى انه نفس البطارية تكون لنسختين فبالتالي حتى لو انت اخذت 6 جيجا اللي هي اساسا كافية فانت راح تستفيد من نفس حجم البطارية تقنية الشحن السريع الجاية يفترض انه تكون افضل من وون بلس لانه هي قاعدة مؤخرا تركز على هذا الموضوع كحجم الشاشة فرح تكون 5.3 انش وعندك ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت بالاضافة الى ذلك راح يكون فيه سناب دراجون 530 اللي هو الجديد من كوالكوم كمعارب اما ما عدد الكشف عنه الظهر ما زال فيه وقت مبكر فرح يكون فيه خلال الصيف القادم كذا انتهت هذه الحلقة انا ادهم لا تنسى تعطينا لايك على الفيديو عندك مجموعة من الفيديوهات هنا تقدر تشوفها او سبسكرايب من خلال هذه الدائرة لا تنسى تعطينا لايك شروعك الفيديو القادم مع السلامة